حالة من الرعب والخوف سيطرت على ملعب الدوحة على هامش نهائي كأس أوريد قطر بين ناديي أمصالال والعربي إثر سقوط مفاجأ للعاب الدولي الجزائري أوندي ديلور وتوقف الملعب كله في الدقيقة السابعة عشر إثر سقوط مهاجم محارب الصحراء أمام حيرة كل من كان يتابع اللقاء سواء داخل الملعب أو من وراء شاشة التلفزي حيث كان اللاعب مستمرا بتقدم أمصالال بهدف الجزائري أوندي ديلور الذي سجله برأسية جميلة في بداية المباراة ثم فجأة صارخ اللاعبون في وجه الحكم طالبين منه إيقاف اللقاء وإسعاف أوندي ديلور الذي سقط على أرض الملعب دون وجود أي لاعب تسبب في إسقاطه وطالب الجميع دخول الطاقم الطبي على الفور وفي مشاهد مخيفة وصادمة ظهر أندي ديلور يرتعد وكأنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وتوقف الجميع لأكثر من خمس دقائق ينتظرون حالة ديلور الذي خارج من أزمته وتحرك قليلا وهو ما أشار إليه معلق المباراة ليتم نقله على جناح السرع إلى المستشفى وسط تسفيقات جماهير أمصال والعرب التي حمدت الله على نجاة اللاعب الجزائري في انتظار ما ستسفر عنه الفحوصات الأولية لللاعب بعد وصوله للمستشفى الحمد لله على سلامتك يا ديلور وإن شاء الله ترجع بكل صحتك وعافيتك للجماهير المحبة لك كلنا معك يا أندي ديلور